نهاردة الدكتور رحمد ده جبالة طبيب النادي الآلي بالمناسبة يعني بعد الأشعة النهائية اللي أجراها محمد هاني بعد إصابته في مبارات السوبر تأكد إصابة اللاعب بجزع في الرباط الصليبي الخلف للرجبة هيحتاج لبرنامج تأهيلي هيبدأ في تنفيذه خلال الأيام اللي جاية الحمد لله إنه الموضوع جزع مش قطع في الرباط الصليبي الجزع دي يعني إن شاء الله المدة مش تبقى كبيرة يعني لكن لو قدر رقم صليبي أو قطع في الرباط الصليبي كان الأمور بقت صعبة فالحمد لله إنه ربنا نجع محمد هاني من هذه الإصابة العينة أسوا العينة القطع في الرباط الصليبي دي أي لاعب تبقى مزعجة ومرعبة ليه بصراحة فإن شاء الله يعني ربنا يحمي الجميع